ألعاب الفيديو صناعة تتطور وتزدهر في القرن الحدي والعشرين إلا أنها تعاني من نقص في مطور الألعاب من الإناثة في أستراليا تعمل سوزانا إمريكا مطورة ألعاب لكن المنتج الذي تعمل عليها ليس للترفيه لكنه لعبة مصممة للأشخاص الذين قد يتعرضون للعنف المنزلية أنا أعمل في هانا وهي لعبة مصممة لمساعدة العائلة والأصدقاء على دعم الأشخاص الذين قد يتعرضون للعنف المنزلي لعبة هانا تحكي طريقة تواصل الذين يعانون من العنف المنزلي مع العائلة ويخضع البرنامج للتطوير منذ عام 2016 وتعد مشاركة النساء في تلك الصناعة علامة على التغير حيث يسيطر الرجال على سوق المطورين لا يقتصر الأمر على الرجال الذين يلعبون ألعاب الفيديو إنها صورة شائعة وبالتالي فإن القدرة على أن تكون جزءا من مجموعة من النساء التي يدرسنا ليصبحنا من كبار مطور الألعاب أمر رائع وتحرص المجموعة على تقديم منظور مختلف للنساء من مختلف الأعراق لتحقيق نظرة متنوعة والاقتراب من الواقع في العالم الافتراضي ترجمة نانسي قنقر